أولاً كنت أعود أن أشكر أستاذ عائشة القلاع ومجمع إياك كل بما قدمته من حصيلة طيلة تبنيها لملفات الناجيات والناجين المعتداءات الجنسية للأسف كنت أتمنى أنه في أحد المؤتمرات الصحفية أو إحدى المناسبات لا نعود أن أقول نفس الكلام التي نعود فيه كل مرة أننا نجد أن نتعرض للممارسات للبتزاز والتشهير والإصرار على تسيس ملفات من طرف المحيط المعتدين هذه الممارسات للأسف كما قالوا الأساتداء قبل مني كانت حتى داخل أروقة المحاكم للأسف للمفروض منهم أنهم حقوقيين وحقوقيات كانوا كي يتلفظوا بألفاظ داخل قاعات المحكمة ويشيرون بالأصابع إلي لأنني شخص ربما في ظنهم لا أستحق أن أقف في المحكمة أو أن أكون على قيل الحياة فهذا لا يتنيني على أنني شخص دافعت على حقي منذ أن كنت يافعا ولازلت أدافع حقي حتى يشيب رأسي للأسف كما قلت الممارسات الإقصائية والتمييز ومحاولات المساومة فأنا بدوري تعرض لي أنه مقابل مبلغ مالي أنني نزل على قضية الدعوة القضائية ضد الشخص فهذا جزء من المعاناة اليومية وكذلك المغارطات التي يتم ترويج لها خصوصا في الأولى الأخيرة فكان صحفي عمر بروكسي خرج في إحدى صريحاته يقول أن الشخص تمت محاكمته بناء أنه لا تجاوزه للخطوط الحمراء ولا أرى أن أي خطوط حمراء غير التي ارتكبها وتجاوزها في حقي فأرى هذا الربط الخطير بين صفة المعتدين وبينما اقترفه هي واحد سياسة كما أسميها العشيرة الحقوقية فالعشيرة الحقوقية هم أفراد كيتبنى واحد المقاربة عائلية في تبنيهم القضايا إنسانية أو حقوقية فمن لك تعلق الأمر بواحد أو واحدة من الأبناء ديالهم فيصبح المعتادي ضحية وتصبح الضحية معتادي وللأسف هاد الناس كذلك يتبرنوا بروباغندا على المستوى الدولي ولهم ما لهم من أجهزة نافذة ومنطمات خارجية كتساعدهم بإسم حقوق الإنسان على فتح كما يدعون مجموعة من الأشياء ولكن الأجدر بالفتح هم هاد الناس اللي يمارسوا هاد الممارسات التي لا تمت بصيلة لحقوق الإنسان لا في شموليتها ولا في كونيتها ولا في مبادئها الأساسية كيفما قلت بزاف ديال الخارجات كانوا مؤخرا كان أحد الأشخاص المنتمين الجسم المحامات وحاشر جسم المحامات يسبوني غير مؤخرا بعد ما قطع الفيديو يسبوني ويتعنوا في عرضي ويتفوهموا بمجموع من تراهات التي لا أتصلها من الصحة من شاء الله ستكون هناك ملاحقة قضائية وكيفما قلت أنا في الأيديد من مرات لن أتوانى ولن أسامح في حقي في كل شخص تبت أنه سبني أو شهر بي أو حاول مصادرة حقي في اللجوء إلى القضاء فكيفما قلت مؤخرا تم ربط مجموعة من القضايا بالملف فيديالي منها مجموعة من تراهات التي صراحة لا تستحق أن يتكلم عليها كتعلق باليوتيبر نورزينو مجموعة من تراهات التي كانت في مجموعة من الخارجات اليوتيبر المهداوي كذلك ساهم في مجموعة من المغالطات والتي أقول اليوم أن هذه المغالطات لا أساس لها من الصحة وهي كتبقى مجرد كما أسميها هارتاقات من أجل البوز ومن أجل رفع عدد المشاهدات وما إلى ذلك من مجموعة الممارسات فكي لا أو طيل للأسف كما هو الحال بالنسبة لباقي الناجيات والناجيين فالممارسات لا إنسانية ما زالت مستمرة إلى اليوم من هذا محاولة سيسلم ملف للا زالت مستمرة إلى يومنا هذا مطرف محيط المتهمين باش أنهم يرجعوا المتهمين والمعتادين هم الضحايا وما في الأصل هم المعتادين نسبة إلى المهنة لهم كما قالت الأستاذة عائشة القلاع فإن تكون صحفي أو قاضيا أو شرطيا أو طبيبا فهذا لا ينفي عنك صفة المعتادين ونحب نختم بأن نقول أنه نحن لازمنا صامدات وصامدون وكندفع لحقنا سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي فإحنا هنا شكرا أستاذ القلاع شكرا لأستاذ القلاع شكرا لك